موسيقى أسترو محمد و محمد المازمي محمد المازمي و أسترو محمد محمد سعيدنا وجودك اليوم طبعا أجمع محمد والدختي ولكن اليوم نحن نتجنب موضوع أنت لا يكون حوار عائلي يكون أكثر عنك موسيقى محمد أنت في حالك الحمد لله شوارك عبدالله خبرنا من هو محمد من أسترو محمد أو من هو محمد أسترو محمد نقدر نقول مصور فلكي هاوي بدأت هواية هاي في 2018 طبعا من يوم أنا صغير أحب الفضاء والكواكب يعني أشوف الكواكب والقمر والشمس والنجوم ومنطلع برع في برع المدينة فلين 2018 قررت أن أنا أبحث في المعدات وأبحث في التصوير طبعا كل حد يعرف الصور لوكالات الفضاء تنشرها مثل ناس وعننا نحن نحن وكالة الفضاء محمد فراشد الفضاء فقلت ليش أنا ما أدخل هالمجال بما أني أنا أحب هالمجال كهواية وأخذ هنه يعني وقت الفرار فمثل ما قلت بديت أبحث عن المعدات ما هي المعدات التي أحتاجها وين أحصلها كيف أقدر أشتري هذه المعدات هل هي متوفرة حق عامة الناس أو هي بس حق الجامعات أو الأماكن التي تسوي أبحاث أو وكالات الفضاء بالمهم بديت البحث الآن 2018 بديت بديت على طول تتأخذ الأجهزة التي تحتاجها للتلسكوب أو كنت أبحث في مجال الفضاء بشكل عام لا 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 كنت أريد أشتري تلسكوب لا أريد أشتري تلسكوب خلاص أبتدي تصوير وأشوف في هذا المجال لدي مجال لكن قلت أن أبدأ أن أرى نفسي أرى بعيني أبدأ أن أصور فبحثت بداية 2018 بحثت في المعدات وحصلت الأماكن التي أقدر أشتري فيها تلسكوب في البلاد وبرع البلاد وهذه كانت بدايتي كيف؟ أول تلسكوب خذيته كان تلسكوب بسيط حق مبتدئين لا يوجد تلسكوب كما يقولون ما الفرق بين تلسكوب تحريكا يدويا أنت توجه التلسكوب على القمر يجب أن تحركه بيدك حق مبتدئين حق مبتدئين التلسكوب تتحكم فيه عن طريق الآيباد التلفون اللابتوب وهذه الأشياء يكون هناك جهاز يتحرك داخل الحامل الذي يتركب عليه التلسكوب وهو وصلت البيت ركبت التلسكوب طبعا شفت الفيديوهات في اليوتيوب كيف طريقة التركيب وشو لازم أسوي على أساس أن أنا أقدر أشوف القمر لأنه يعني أجرب جرم حقنا نحن وأسهل جرم أنت تقدر تشوفه أوكي ركبت التلسكوب ووجهت على القمر فبديت أشوف طبعا أول شيء واجهت صعوبة في تعديل الفوكس ما كان عندي فكرة يعني في البداية شفت فيديوهات في اليوتيوب تعلمت على نفس التلسكوب اللي أنا عندي لمما ضبطت التلسكوب ضبطت الفوكس وشفت القمر وشفت طبعا يعني القمر ما يحتاجه يتكلم عنه شكله جميل والتفاصيل اللي فيه الفوهات اللي فيه أطبار القمر شوف على هذا الطاري هذا موضوع أنك تضبط التلسكوب محمد يا جماعة يا هدية حق العيال يا بلهم تلسكوب هذا أول تلسكوب كان عندي والله أني تعذبت عذاب لين يبتل القمر يعني الموضوع أنت تشوفه قدت بسيط يعني أنا بوجه التلسكوب هذا على القمر والله أن الموضوع مهتم معقد تميت يمكن أن أكملت ثلاث ساعة لماذا يا الله يبنى القمر ومشكلة إذا دقيت الترايبود تكبس يتغير المكان فلازم تثبت فكانت معاناة ولكن الكمبيوتر تقول هو يحرك التلسكوب ويوجه أنت تتحكم فيه عن طريق الآيباد أو التلفون أو اللابتوب لكن لكي تتحكم فيه بالطريقة الصحيحة لازم أنت تكون مضبطنة من البداية وبني على هذا من البداية على الكمبيوتر حسنا أنت قلت لي أول شيء بدأت تراقب نحن صوت من المايك يعصب علينا محمد محمد أعصب حسنا القمر ومتصويري طبعا محمد تقول فوهات هذه التي تطريها أرى محمد صورة ثانية هذه صورة انترناشنال سبيستيشن بعد بنيلها إن شاء الله فهذه الصورة صورة القمر طبعا هذه الصورة يسمونها HDR هذه الصورة عبارة عن صورتين لأن أنت يوم تصور القمر القمر طبعا شو جسم يعكس أشعة الشمس يعني هو مبجسم مضيء من نفسه لا القمر يعكس أشعة الشمس أشعة الشمس تي على القمر تعكس أشعة الشمس ونحن نقدر نشوف الجزء المضيء من القمر الجزء المظلم تقدر تشوفه وقت التصوير لكن لازم ترفع حساسية الضوء أو الآيزو نسميه فالجزء المضيء سيكون أبيض أو ساطئ فتقدر تشوف بعض الجزء المظلم من القمر أو الفارت الثاني أنت قال لي من أول شيء لا تسألني أسألة تكنيك كلها أنا أسألك وأنت جاوب في التصوير حسنا سؤال هذه الصورة هذه الصورة تقول فوهات ما هي الفوهات؟ مثلا هذه 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 الفوهات يعني عبارة عن أماكن اصطدام نيازك على القمر لأن القمر لا يوجد غلاف جوي ليس بنفس الأرض الكرة الأرضية عليها غلاف جوي فدائما نحن يوم نشوف الشهب نشوف بعض النيازك يوم نيازك الصغيرة يعني يوم تدخل غلاف الجوي تحترك فعشان شي نحن نشوف الذيل يعني يوم الشهب أو النيازك يحترك نشوف الذيل ليه ما خلاص يتفتت لأنه يضرب غلاف الجوي بس القمر ما شي لغلاف جوي ما في غلاف جوي فكل هاي الفوهات من اصطدام نيازك على على سطح القمر زي الآن انت يوم تشوف القمر وتراقبه مثلا بالتلسكوب مالك هاي تشوف ضربات تستويه نيازك تضرب مثلا وشوهب نيازك أنا ما أشفت لكن فيه مصورين فلكيين وفيه نيزك يعني تقريبا من كم من أسبوع فيه مصور فلكي ياباني صور القمر وقت اصطدام نيزك يعني هو كان يصور القمر لفترة طويلة وفيه نيزك ضرب يعني الطرف اليمين من تحت الطرف اليمين من تحت فيه نيزك ضرب القمر وفيه تصوير يعني قبل وبعد محمد شوي سوى زوم لا هني ما بيبين لا تحت 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 ايوة 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 هي هاي المناطق هاي كلها ضربات يعني هي هاي كلها كلها كل هاي سيحنة أسقطة ما الذي يوقف هذه الضربات لا توقف دائما يوجد ضربات لكن على حسب حجم النيزك الذي يضرب القمر هذه الفوهات كبيرة مثلا فوهة فلاطون وين هي فوهة فلاطون في الحساب هناك صور في الطرف الثاني من القمر فوهة فلاطون عبارة عن قطرها 100 كيلو قطر الفوهة هاي 100 كيلو هاي مثلا شوف هاي فوهة هاي فوهة لا هاي من بفلاطون بس هاي فوهة من الفوهات فهاي وايد كبيرة هذه ها هاي وايد كبيرة يعني هاي بالكيلومترات عرض الفوهة هاي والعمق بعد يكون يعني عمق مب شوي يعني فهاي يعني نحمل الأرض يوم نصور ونشوف هالحجم فعلى القمر الفوهات هاي أحجام هوايد كبيرة تكون 100 كيلو هاي هاي وفيه أكثر بعد وأكبر هاي الصورة جميلة هاي أحجام هاي محمد شو هاي صورة وحدة ولا هاي صورة وحدة صورة وحدة هاي صورة وحدة الصورة اللي قبل شفناها عبارة عن صورتين أنا دامج صورة القمر يوم هو في طور البدر هاي على اسمك هاي أحب هاي الصورة مع الصورة الثانية اللي هي الجزء المضيء هذا تصوير وهذا تصوير فأنا ادمجتهم مع بعض على أساس أنه يبين القمر 3D الجماعة اللي يسمعونا ترى الحين بس ياسين نستعرض نحن حساب أسترو محمد أسترو دوت محمد بعض الصور اللي موجودة في حسابه صورة القمر الحين هاي اللي ياسين نناقشها فهي الصورتين هاي الصورتين مدموجين في بعض على أساس أن كنت تطلع القمر تقدر تقول كيف تصور الجانبين لا لا صورتين مختلفتين هاي على فترات مختلفة هاي هاي الصورة اللي حين تشوفها المظلمة هاي صورة القمر يوم هو بدر مكتمل هاي مكتمل والصورة الثانية هاي صورتها في يوم ثاني وبعدين ادمجت الصورتين مع بعض حطيتهم على بعض اوكي اعرف زين فتقول أنت هاي الضربات هذه مستمرة النيازك والشهب هاي لكن على حسب حجم النيازك او الأحجار اللي تضرب القمر اوكي اوكي انا ما صورت يعني في تصويري كله ما ما صادفت نيازك يضرب القمر اوكي انت يوم تصور هي صورة ولا فيديو ولا صورة وفيديو حين طريقة التصوير القمر والكواكب والشمس غير عن المجرات والسدم والتجمعات النجمية القمر اصور فيديو اوكي نزيل بالكاميرات الفلكية طبعا يعني انت تقدر تستخدم الكاميرات العادية DSLR تقدر تصور لكن الكاميرات الفلكية هاي مخصصة حق هاي الاشياء فالتفاصيل وال وال الفريمز اللي تحصل هم من الكاميرات الفلكية اسرع اوكي فانت تصور شو تصور فيديو مثلا لمدة خلنا نقول حين هالصورة فيديو لمدة خمس دقائق في هالخمس دقائق انا احصل خلا نقول ثلاث الاف لخمس تالاف فريم اللي هي صورة فبعدين شو سوي انا البرامج اللي نستخدمها برامج التكديس او الاستاكن اخذ الفريمات هاي وحطهم على بعض اكدسهم على بعض على اساس احصل على التفاصيل اللي هي تفاصيل اللي انت تشوفها على الحين الله شغلة هاي تقدر انت طبعا الفوهات تقدر تشوفها بعينك لكن عشان تحصل صورة فيها تفاصيل تحتاج ان تكدس الصور هاي تحصل التفاصيل وتسوي البروستسي طبعا التصوير الفلكي او الصور هاي انا اسوي بروسس حق الصور او الفريمات انا ما اسوي edit اني انا غير شي في الobject او الهدف اللي انا صور او او يعني القمر او الكواكب او المجرات الهدف نفسه لكن انا اسوي بروسس عشان انا اطلع التفاصيل اللي موجودة في الهدف هذا طبعا القمر والكواكب الشمس ما تحتاج انك انت تطلع برة على المدينة على اساس انك تصورها تقدر تصور من البيت لان التلوث الضوئي ما يأثر عليك لكن تصور المجرات والسدم وتجمعات نجمية تحتاج انك انت تكون قد ما تقدر بعيد عن التلوث الضوئي اللي في المدينة شوف هذه من ضمن الاشياء اللي اعتقد نيل دغريس تايسون كان يتكلم عنها في احدى المقابلات فكان يتكلم عن كيف كانوا قبل آلاف السنين يشوفون السمة صح ويشوفون الكواكب ويشوفون المجرات هذه بالعين المجردة وكيف اليوم نحن هذا الموضوع هذا واه صعب حمد لازم تطلع عن تبرع المدينة لازم مكان لا يكون في تلوث ضوئي لازم تلسكوب وغيرها ولكن قبل هذا لم يكن موجود كل يشوف السماء بطريقة مختلفة تماما على نحن نشوف زين الآن هذا التلسكوب الذي يوجد ماذا نوعه هذا التلسكوب الله يسلم واحد من التلسكوب التي لدي أنا لدي ثلاث تلسكوب هذا التلسكوب 8 إنش يسمونه شمت كاسا غرين طبعا تلسكوب لديك أنواع عندك الرفراكتر اللي هي العدسة على طول على يعني تدخل الضوء على السنسر الكاميرا أو الآي بيس اللي هي العدسة العينية اللي تشوف منها إذا أنت بس تبغي تشوف ما تبغي تصوير هذا شمت كاسا غرين نوع من أنواع التلسكوب فيها مرايتين مراية أمامية ومراية خلفية آخر التلسكوب أوكي وآخر التلسكوب طبعا من الخلف أنت تركب الكاميرا اللي أنت بتصور منها نظر فالضوء أنت عشان تصور شي تحتاج الضوء يدخل على السنسر الكاميرا فالضوء يدخل من التلسكوب هذا يعكس على المراية الخلفية المراية الخلفية تعكس الضوء اللي داخل على المراية الأمامية اللي هي أصغر تركز الضوء كله في المراية الأمامية المراية الأمامية تعكس الضوء هذا كامل على الكاميرا اللي أنت تصور منها فهذا البروستس الذي يستوي حق الضوء الذي يدخل داخل الكاميرا وهذا يركب على التلسكوب هاي عدسة هاي عدسة طبعا هاي العدسة حق تصوير اللي هي الوايت فيلد هذا التلسكوب حق الكواكب والمجرات الصغيرة القمر تفاصيل القمر هذا التلسكوب أحسن لأن حق للرأية يكون أصغر فأنت تقدر تصور أشياء أو تكبر الأشياء هاي على سنسر الكاميرا أسهل بهذا التلسكوب اللي هو الثماني أنش اللي أنا عندي هذا إذا أنا أبغي أصور تجمع نجمي أبغي أصور كم من مجرة مثلا في حق الرأية واحد فأركب هاي العدسة على الكاميرا هاي الكاميرا الفلكية ه zdję كاميرا هاي الكاميرا الفلكية وهذا السنسر تركب الكاميرا هاي على العدسة هاي تركب الكاميرا هاي على العدسة وتبت我就开始 تصور حين شو يميز هاي الكاميرات اللي هي الكاميرات الفلكية المحمد قال لازم اروي الكاميرات هاي شو يميز هاي الكاميرات عصب رائد ها اوكي خلاص عصبي ترى المخرج والله ها هاي الكاميرات اللي يميزها طبعا عندك السنسر هاي واذا تشوف خلف الكاميرا عندك مروحة هاي المروحة اللي هي تبرد السنسر يعني هاي الكاميرا فيها كولر انت في التصوير نحن يوم نطلع برع برع المدينة خصوصا في يعني في في جونا نحن معظم الوقت يكون الجو حار فتحتاج انت تنزل حرارة السنسر تبرد السنسر على اساس انه ما تطلع لك النويز بيكسلز في الصورة النهائية اللي انت تتصورها لان هاي النويز تخرب على الصورة النهائية ما تعطيك تفاصيل يعني اوكي فنحن ننزل حرارة السنسر لين مينس 20 في كاميرا تتنزل لين مينس 40 على اساس ان انت تحصل الصورة تكون صافية ما فيها نويز وايد فهي الكاميرات الفلكية اللي نستخدمها وعندك كاميرات اللي هي اصغر نفس هاي مثلا هاي الشركة كاميرات اصغر اللي هي حق الكواكب ما يكون فيها كولر ما تحتاج كولينج سيستم حق تصوير الكواكب او القمر كثر ما تحتاجه حق السدم والمجرات السدم والمجرات يعني اهداف وايد خافتة في السماء حق تحتاج تصوير على اكسفوجر اطول جيد حين ماذا الفرق بين السدم والمجرات قبل هذا اليوم مستانسة لابس الأوميغا أوميغا مونز واتش بلوتو بلوتو فالحبيب على طول قال ترى ليس كوكب زعلتني لا هم صنفوه يعني ريسنت لي صنفوه هو ليس كوكب يا أخي أنا أذكر أيام المدرسة أبا أذكر اسم الكوكب كانوا يدرسون المجموعة الشمسية نبتون آخر شي شو كان في المجموعة الشمسية حتى هذا قالوا بعدين أذكر يوم كنا في المدرسة بعدين قالوا أن هذا ليس كوكب بلوتو بلوتو هذا كان بلوتو قبل يكون نبتون وقبل أورانس بعدين عندك ساترن وجوبتر المشتري بعدين عندك المريخ والأرض والزهرة وعطارد بعدين الشمس إن شاء الله أوكي فالسدم والمجرات السدم والمجرات التجمعات النجمية أوكي شو هي السدم؟ السدم عبارة عن شي صورة عن الكنيس ايه الصور موجودة السدم الجمع ها المفرد سديم سديم هي سديم سديم يعني منطقة تتكون فيها النجوم أو مثلا نجمة تكون خلاص وصلت آخر عمرها أو هذه مثلا هذا الصورة هاي 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 سديم الوردة سديم الوردة أو روزة نبيلة إذا تشوف في النص روزة نبيلة روزة نبيلة هاي سبحان الله بس شو هذا نزيل حين نشرح هذا غبار كوني بعد ما النجمة تنفجر هذا الغبار يتكون هي أوكي أذكر أنت مرة قلت لي هالمعلومة أوكي حين هال الانفجار هذا متى استوى؟ مليارات في بعضها ملايين السنين تخيل محمد؟ يعني شوف كل الأشياء اللي نحن نصورها هذا يعني تأني أنا أشوف فيلم جديم شيء مستوي قبل أحين الصورة وصلت لها على حسب بعد الهدف سبحان الله أنت الهدف هذا مثلا خلا نقول على حسب بعد السديم هذا خلا نقول سنة ضوئية لأن أنت في الفلك أو في الفضاء تتكلم عن سنوات ضوئية فهذا السديم مثلا إذا بعيد عنه بعد سنة ضوئية فأنت ستشوف هذا السديم على هذا الشكل وهاي النجوم اللي موجودة فيه قبل سنة ضوئية أنت ستشوف أنت ما تعرف شو استوى عقبها الشيء فالتلسكوبات تعتبر تايم ماشين أنا ضيعت مرة ثانية أقول ما فهم أتصور الأشياء في الماضي كل الأشياء اللي أنت تشوفها في الفضاء بسبب بعدها عنك أنت ستصور الماضي نحن لا نعرف هالمكان هذا ماذا ماذا استوى لا نعرف بعد تكون كوكب ثاني طلعت النجوم زيادة النجوم ثانية انفجرت سبحان الله لا نعرف الآن السنة ضوئية على أطاري السنة ضوئية أنا قبل لم تفهم أو لم تفهم ما يعني السنة ضوئية لين قرأت هذا الشرح يقول الضوء في الثانية سرعة في الثانية يلف على الكرة الأرضية سبع مرات ونصف صح كم سرعة سبع مرات ونصف يعني يمكن الأرقام ساعات ما نستوعب بس نقول هاي الكرة الأرضية واحد هذا الضوء لف سبع مرات ونصف نزين تخيل ها في الثانية يقطع هاي المسافة نزين في ثلاثين ثانية كم ممكن يقطع في الثانية الوحدة الضوء سرعة الضوء ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثاني السنة الضوئية عبارة عن عشرة تريليون كيلو متر شوف يعني ثانية وحدة سبع مرات ونصف كم المسافة اللي ممكن يقطعها في أسبوع كم المسافة اللي ممكن يقطعها في شهر كم الممكن يقطعها في ستة شهور في السنة في سنوات ليش لأن هذا أقل شي أنت تتكلم عنه في الفضاء فحين مثلا هل تقول عنه روزة نيبولا كم تبعد هذه عن الأرض والله لا أعرف بالضبط بس تقريبا آلاف السنوات الضوئية إذا مو بملايين السنوات الضوئية يعني في مثلا مجرات يعني في الصورة إذا المخرج بيرفع الصور اللي فوق بداية الأحساب آخر مجرة صورة غير عن كل الأشياء اللي تحت القمر هاي المجرة اللي هي يسمونها مجرة الدوامة سبحان الله نزيل هاي المجرة تبعد عنه عن الأرض ستة وثلاثين مليون سنة ضوئية هاي المجرة فأنت يا جماعة متخيلين الثانية الثانية سبع مرات ونص على الكرة الأرضية حين هاي يقول لك مو بمليون ستة وثلاثين مليون سنة ضوئية سنة ضوئية هاي سنة ضوئية ما نتكلم عن سنة عادية سنة ضوئية سبحان الله فهذا الشكل الآن هاي المجرة شكلها قبل ستة وثلاثين مليون سنة ضوئية هذا شكلها فبعدين أو يعني الحين نحن نشوف هذا الشكل عشان نشوف التغير نتريس ستة وثلاثين مليون سنة ضوئية على حساس نشوف إذا فيه تغيير زين في المجرة وهذا ما لخص النوع التلسكوب اللي أنت تستخدمه هذه الصورة توصل على تلسكوب محمد نفس اللي توصل على هبل نفس اللي توصل على ويبس تلسكوب نفس الهدف نفس المجرة نفس الشكل لكن الكواليتي طبعا يفرق هاي بس نفس الشكل هذا ما مشوف شكل ثاني لا 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 بس تفاصيل أكثر طبعا لأن تلسكوب هبل برع الغلاف الجوي بس في الواقع هالمكان ما بجي الحين لا 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 بيكون متغير يمكن هاي المجرة اندمجت ويه مجرة ثانية يمكن انفجارات نجوم مثلا في المجرة هاي يعني حتى لو تشوف هاي طبعا هالي على اليسار شو هاي مجرات هاي يسمونها الليو تربلت غالاكسيز تربلت هاي الثلاثة هم مجراتها هاي الثلاثة هذي المجرات دائما في الصورة فحينا هذي هاي يوم تشوف نقطة دويرة نقطة هي نجمة ايشي غير النقطة عبارة عن مجرة اذا ما اخرجنا يسوي زوم تحت اخر الصورة تحت في خطة ازرق هذا هاي عند الاسم هاي شوف هاي على اليسار مجرة هاي اللي تحت مجرة اللي تحتها مجرة اللي على اليسار تحت مجرة حين مين مجرة مجرة عشان نفهم شي مجرة نحن في مجرة دربة تبانا صح مجراتنا نحن دربة تبانا كل المجموعة الشمسية هاي نتكلم عنها والكواكب كل هاي مجرة واحدة هاي المجموعة الشمسية او الارض كوكب الارض او الكرة الارضية ذرة او اقل من ذرة في هذا الكون العظيم يعني هاي الاشياء او الصور اللي تشوفها تشوف عظمة الخالق ان الكون يعني شي خيال كنا نتكلم عن عدد النجوم في مجرة دربة تبانا اللي هي مجرتنا امية مليار نجمة تقريبا يعني هذا الارض اللي ما بترليون لا لا مش ترليون اوك اوك امية مليار والله امين عندك الامانة العلمية وايد عالية والله لازم اخاف نحن لو قلنا انا لو قلت بانسى الموضوع هذا تقريبا على اساس ان ننقل المعلومات الصحيحة حق الناس عافية شكرك نزيم محمدان بعد صراحة انا مادر انا كل شو اصد على الصور ويايب النظار انا ياب التلسكوب مالي انا اليوم هيا التلسكوب مالك والله لحظة انا في موضوع اتبسلك هبل خبرنا عن هبل وتعرف اذا انا سألتك عن هبل تلسكوب يعني بسألك عن جيمس ويب تلسكوب والفرق بينهم اوش شو هبل تلسكوب هبل تلسكوب حين هذا التلسكوب يا جمعين تلسكوب الجهاز هذا اللي موجود برا محمد هذا التلسكوب اوكي اللي ماله في هالمجال هذا التلسكوب اوكي في اللي هو تلسكوب هبل صحي خبرني وعندك قبل ان نصير على تلسكوب هبل انت عندك تلسكوبات المراصد الفلكية اللي على الارض موجودة اوكي في اماكن مختلفة اماكن بعيدة عن تلوث الضوئي اماكن مثلا المرتفعات تكون على الجبال فوق مستوى الغيوم تقريبا زين فانت على اساس انك انت تصور الاهداف هاي في السماء تحتاج الجو يكون صافي هذا بس يفرق اذا على الارض ولا على اللبل طبعا صفاء الجو صفاء الجو انت على الارض عندك الغبار يكون وايد الرطوبة مثلا كل ما ترتفع رطوبة تقل فاحسن لك حق التصوير يكون اوكي فالمراصد الفلكية طبعا تلسكوباتها اكبر ولفل ثاني يعني بروفشنال وفيها الكاميرات مخصصة وهي تكون بس حق المراصد تلسكوبات ها تكون بس حق المراصد بحكم حجمها يعني وطريقة استخدامها فالشارجة أظن شيء القب مرصد الشارجة الفلكية هاي اوكي هاي فيه في الشارجة وفيه في دبي بعد في حديقة مشرف مركز فلكي بعد عندهم تلسكوبات يعني الزوار يقدرون يسيرون ويشوفون فيه فعاليات يسوون بعد ها ها فهي التلسكوبات اللي على الارض طبعا انت شوف التلسكوبات مثل ما هي أنواع عندك تلسكوبات حق أهداف مخصصة يعني عندك تلسكوبات بس حق تصوير الشمس تلسكوبات شمسية عندك تلسكوبات تكون مخصصة حق تصوير الكواكب كل ما أنت تلسكوب عندك يكون قطر المراية اللي فيه أكبر يكون أحسن حق تصوير الكواكب ليش لأنها بتحصل على تفاصيل أكثر بحكم حجم قطر المراية اللي أنت بستخدمها في التلسكوب نفسه اوكي تلسكوبات تبتدي من أربعة أنج اللي أنا أتكلم عن أربع أنش ستة أنش ثمانية اللي هو عندي هنا فيه منه هدعش فيه ستعاش فيه عشرين فيه أربع وشرين وانت ساير تمام هاي التلسكوبات اللي تكلمنا عنها اللي هي حق الكنسيومرز أو الناس اللي يقدرون اشترونها وعندك تلسكوبات المراصد الفلكية وعندك تلسكوب هبل اللي هو مال ناسا تلسكوب هبل شو اللي يميز عن تلسكوبات اللي على الأرض أن أنت ما عندك غلاف جوي بينك وبين الأهداف اللي أنت يتصورها ما فيه غلاف جوي غلاف الجوي وايد يأثر في التصوير ما قوله؟ هي طبعا يأثر على التصوير بس غلاف جوي مش مرئي يعني ما في شي مرئي مش مرئي بس أنت الضوء أنت يتصور ضوء صح؟ الضوء يوم يدخل غلاف الجوي يتشتت أنا يوم أصور القمر وقت الشروق غير عن يوم أنا أصور القمر في السمت اللي هو الزنث فوق راسك 90 ديجريز وغير يوم أنا أصور القمر وقت الغروب ما تشوف أنت القمر يختلف لونه أول ما يشرق يكون ماء الأصفر أو البرتقالي في نص السماء فوق راسك يكون أبيض وقت الغروب بعد رد نفس الشيء الضوء يعني تشتت الضوء وقت الغروب أو الشروق من الغلاف الجوي الغلاف الجوي كيف يعني على الأطراف وغير يعني كيف شدتها يعني لا لا طريقة مرور الضوء في الغلاف الجوي يوم الضوء يمر دايركت يعني 90 ديجريز من الغلاف الجوي فمعظم الضوء يوصل لك بس يوم يمر على شكل أفقي يتشتت في الغلاف الجوي وهذا اللي يفرق في التصوير أنا مثلا إذا بصور أي هدف إن كان كواكب قمر والمجرات والسدم حتى الشمس ما بصور وقت الشروق أول ما الشمس تشرق إذا أبا تفاصيل طبعا بس بالكاميرا أو تلسكوب إذا بس أبغي أصور وقت حركة أو شروق الشمس أو القمر بقدر أصور عادي يعني بس إذا أبغي تفاصيل كل ما يكون فوق يكون أحسن سبحان الله يعني اختلاف لون القمر هذا اللي نحن نشوفه في مراحلة مثلا خلال اليوم أو الليلة هذا بسبة الضوء الضوء اللي يوصل لك اللي يوصلنا الضوء اللي من أكس على القمر ولهو القمر هو نفسه 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 سبحان الله الشمس النجم هذا شو لهنا أبيض بس نحن من الغلاف الجوي نحن نشوف الشمس يعني أو النجم هذا اللي في مجموعاتنا الشمسية نشوفه لونه أصفر هذا من الغلاف الجوي بس إذا أنت تطلع في الفضاء وتشوف الشمس بتشوف اللون الأبيض جيد وكيف نحن نشوف السماء زرقة يوم نطلع نحن في الفضاء تشتت الضوء بعد ضوء الشمس اللي هي على الأرض يتشتت في الغلاف الجوي فأنت تشوف التشتت يعني لون الأزرق تشتت أكثر فأنت تشوف تشنك يا ستشوف السماء زرقة بس هذا من تشتت الضوء الشمس اللي يواصل على الأرض فهذا تشتت الضوء اللي بيننا لون السماء لون الأزرق وعلى طاري الشمس نحن كنا نتكلم عن سرعة الضوء الشمس الشعاع أو الضوء اللي يطلع من الشمس لين يوصل الأرض يأخذ ثمان دقائق فنحن يوم نشوف إذا أنت واقف على البحر وتبغي تراقب شروق الشمس نظر الشمس أول ما تشرق ونت تشوفها بعينك هي أصلا شرقة الشمس قبل بثمان دقائق بس الضوء تواياس يوصلك هذا بعد الشمس عن الأرض تقريبا 150 مليون كيلومتر هذا أجرب شيء أنت تقدر تشوفه يعني كم؟ 150 مليون كيلومتر كيلومتر تقريبا نظيف أرى بعد صور محمدان طبعا القمر تشوف وائد صور للقمر لون الأحمر هذا شو؟ حين الصور هالي تراوينها مثلا تحتها هذا غاز الهيدروجين الهيدروجين يعطي اللون الأحمر نظيف اللي على يميشو هالي الصور هالي شو هذا يسمونه السديم خرطوم الفيل على شكله لشأنه خرطوم فيل يسمونه الألفا ترنك نبلة سبحان الله وهذه النجوم في النص؟ هذين النجوم في السديم ولا وراء السديم؟ في نجوم يعني تكون جدام السديم في نجوم تكون في السديم وخلف السديم سبحان الله يعني على حسب أنت تشوف مثلا هاي المنطقة مش مضاءة وايد هاي فالإضاءة ياية من وراء السديم معناته النجوم اللي وراء السديم هي اللي ستعطيك الضوء هذا هني مثلا سديم الروزات نبلة أو سديم الوردة هاي النجوم تعطيك الإضاءة هني آه فهذه الإضاءة اللي نشوفها إنعكاس لإضاءة النجوم هذه على الغبار هذا أو الغاز هذا هاي هذا غاز غبار شو حين؟ غبار وغاز وايد أشي يعني على حسب يعني من انفجار النجم اللي كان في هاي المنطقة هذا السديم طبعا أنت تشوف هذا يعني مثلا هاي النجمة بعيدة عن هاي المنطقة في الصورة بعد عادي يعني بس هاي بعاد سنين ضوئية ترى بين هاي النجمة وهاي النجمة بين هاي النجمة والمنطقة هاي من السديم مثلا سبحان الله يعني يعني سبحان الله هال يعني لما اقول لك تخيل نحن و واو سبحان الله فهاي كلها نجوم وبين كل نجم التجم miranda تقول أنت ممكن تكون سنين ضوئية وعلى فكرة عدد النجوم في الصورة إذا مثلا تلسكوب هابل يصور هذه الصورة أو هذا الهدف نجوم أكثر بتبين وتفاصيل أكثر بتبين دعونا نرى الصورة ثانية هذه مجرة أندروميدا أجرب مجرة عننا نحن عن مجرة درب التبانا هذا كوكب المشتري أي مجرة هذه؟ أندروميدا أندروميدا؟ أندروميدا هاي وهذا شو أقرب مجرة؟ أقرب مجرة أقرب مجرة هاي كم تبعد؟ أعتقد مليونين سنة ضوئية مليونين سنة ضوئية أقرب مجرة هاي سبحان الله زهل حين صورة القمر لعليسار هنا هالمناطق السودة هاي شو هاي ظلة ولا لا هاي فوهة هاي حفرة ولا شو هاي الفوهات هاي لا العليسار هاي هاي يعني يطلقون عليها أسامي مثلا هاي يسمونها البحيرة شي ما أذكر الاسم بالضبط فيه على القمر فيه يعني معادن مختلفة فهاي الألوان تفرق على حسب المعادن اللي موجودة على القمر فيه صور أنا نصورنها بعد يعني تقدر تقول شوي ملونة مثلا هاي الصورة شو عندك اللون الأزرق هم شو هاي اللون الأزرق ماي هذا ولا شو لا 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 ماي ما شي ماي على القمر ها والله فيه فيه أبحاث فيه دراسات يقولون فيه يعني مش إنه ماي سائل بس فيه مركبات الماء يعني هيدروجين يعني أو فيه باطن السطح يعني بس ما عندي فكرة بالضبط عن الدراسة نفسها طبعا وكالات الفضاء يعني ما علمت عنها كوكب المريخ مسبار الأمل وصل الكوكب مش هاي الصورة الحين هاي شو كوكب المريخ هاي المريخ ها هاي هذا المريخ وهذا بعد المريخ طبعا كل مرة على حسب الجو جودة الصورة اللي تحصل عليها يعني أنا إذا صور المريخ خلا نقول هاي الساعة وصورها بعد ساعتين فرق الجودة تختلف على حسب الجو ويعني العوامل اللي تأثر عندك هذا كوكب أورانس طبعا الكوكب هاي وايدة بعيدة فما ما تقدر تحصل على تفاصيل سطح الكوكب أول بس هذا لونه أزرق شي ولا ماي للأخضر ماي للأخضر نبتن شو السبب ما عندي فكرة ما عندي بس هذا لون الكوكب نبتن مثلا أزرق هو جليدي صح لأنا متجمد هذا كوكب المشتري اللي هو كوكب غازي هذه قمارين من أقمار كوكب المشتري شو هذا هذا سديم يعني عندك أنت وائد سديم بعد هذا انفجار هي 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 السديم هي عبارة عن انفجار نجوم أو مناطق ولادة النجوم هاي الصورة من أشهر صور تلسكوب هبل اللي ما تكلمنا عن التلسكوب هاي الصورة هاي الصورة انت صورنها ولا من هبل هاي الصورة هي بس بناطري يعني الهدف هاي اللي هو يسمونا الإيقل نبل إيقل نبلة أو أعمدة الخلق هاي الصورة أنا صورتها طبعا بدتشوف أن الجودة تختلف من التلسكوب هبل يصور من الفضاء طبعا ما في غلاف جوي وهذا بتلسكوب عادي يعني حتى ما بتلسكوب المراصد الفلكية هاي الصورة اللي علي سار شو مجرة اندروميدا هاي بعدها مصورة اندروميدا ها مجرة بس هني إذا تلاحظ صورة اندروميدا اللي قبل راويتك إياها شوية تختلف عن هاي الصورة نفس المجرة لكن أنا هني استخدمت فلتر طبعا في التصوير نحن عنا فلاتر في فلتر مثلا مخصص حق تصوير السدم فأنا استخدمت فلتر السدم حق تصوير مجرة اندروميدا فشو طلعت طلعت السدم اللي موجود بعض السدم يعني اللي موجود في المجرة هاي بدون تفاصيل طبعا كل السدم اللي نحن نصورها اللي هي تشوف التفاصيل الرزيت نبيلا والسدم الثاني PLAZ OF CREATION هاي كل السدم موجودة في مجرتنا نحن بس هاي هاي محمد صور لازم تنطبع وتنبعها والله يعني أنا هاي كهواية يعني لا صد أي حد يطلب الصور هاي صور جميلة هاي والله هاي لازم تنطبع و هاي اسهل طلبة قمع صناعي هذا ولا شو هذا انترناشنل سبيستيشن محطة فضاء دولية آآ سبيستيشن رائد الفضاء سلطان نيادي الآن في المحطة هاي المحطة هاي 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 الله يحفظها إن شاء الله يورده سالم غانم فهاي الصورة أنا صورتها طبعا صورت المحطة كذا مرة صورت يعني لأنها تلف على الكرة الأرضية فكل ما تمر من فوق المكان اللي أنا فيه اللي كيشن اللي أنا فيه حاولني أصورها وكيف تعرف أنت فيه برامج فيه برامج اسمه ISS detector يعطيك التفاصيل كاملة مثل محطة بتطلع بتشرق يعني على حسب أنت وين مكانك من الأفق لين الأفق من الهرائزن لين الهرائزن كم ارتفاعها كم شدة انعكاس الضوء عليها أنها تكون واضحة للتصوير تنفع للتصوير ما تنفع للتصوير كم ارتفاعها إذا ما تم بتيك 90 ديجريز بتكون فوق راسك أحسن وقت حق التصوير أو أنها بتكون مثلا خلنا نقول 20 ديجريز جميل جميل فضاء طلعوا من المحطة اللي يسمونها Space Walk وصاروا وركبوا هاي الألواح يستخدمون الطاقة الشمسية هناك فركبوا ألواح ديجة فأنا صورت بعد ما ركبوا وهذه الألواح موجودة طبعا هنا على أجمل كوكب وهو كوكب زحل جيد تصدق أنا لين فترة قريبة جيد من السنين لينك تشفت أن هالدائرة هاي الحلقة هاي هاي والله قبل كنت توقعها بس هاي جرافيكس رسمة توضيحية لشي إليين ما أنت رويتني الصورة تذكر هاي كانت أحيان هاي صورة حقيقية هاي تصويري هذا من التلسكوب شو زين فاهمني شو هاي الحلقة هاي اللي حول هاي عبارة عن جليد وأحجار صغيرة بالدور حوالين الكوكب بس سبحان الله تم الدور بنفس درجة لأنه جاذبية الكوكب جاذبية الكوكب أنت كل كوكب لا جاذبين فأوكي أنت يوم بتقرب طبعا بتكون القطع هذه متباعدة أكثر بس لأننا نحن نشوف نبعيد هذا المسابير اللي مرت عند الكوكب يعني مثل مسبار بويقر مر عند كوكب زحل فصور تفاصيل الحلقة هاي أو الحلقات هي كذا حلقة هاي أكثر عن حلقة هاي يعني أنت تصويري أنا أقدر رح أطلع هالحلقتين بس أوكي فهذا من أجمل الكوكب عندي أنا يعني للتصوير وهذا أول كوكب بعد القمر شفته بعيني كوكب زحل بعيني شفت طبعا ما تكون التفاصيل هاي بس تشوف أنه كوكب والحلقات حوالينا وهذا مثلا تجمعات نجمية هذه الصورة عبارة عن تجمعات نجمية هذا سديم سمونا سديم الأثقال دنبل نبلة دنبل نبلة دنبلة هذه الصورة هي في مصور فلكي صور هاي هاي المجرة يسمونها M60 وهاي المجرة عندها يسمها NGC 4647 ففي مصور فلكي صور هاي المجرة واكتشف أنه في سوبر نوفا اللي هو انفجار نجمي استوى فهذا الانفجار يوم يعني قدرنا أو المصوري الفلكيين قدروا يصورونا هذا الانفجار مستوي قبل ملايين السنين الضوئية نحن الحين اكتشفنا هذا الانفجار فأنا يعني مثل باقي المصوري الفلكيين أصور في حجرها احنا M60 هذه مجرة هاي مجرة وهاي مجرة وهاي مجرة سوبر نوفا شوف الحجم هاي ما تقارن انت هاي شوف حجم مقارنة بالمجرة هاي يعني انفجار انفجار يعني هاي والله جميلة هاي الصور هذا مثلا كوكب الزهرة فينس صورته هني صور يعني مقربة أكثر لسطح القمر يعني مثلا هاي الصورة بتشوفها عادية سطح القمر جبال تفاصيل وفواهات لكن شو اللي يميز الصورة هاي اني انا صورت مكان نزول مهمة أبولو 15 أبولو 15 بلاندين سايت آه اوكي وين هني مكان المواسط احنا شو ها في شرات الوادي سو زوم شوي هاي علي مين تحت تحت اي هذا اي شرات الوادي تشيل كراك هذا شو اي فهني مهمة أبولو 15 نزلت في هاي المنطقة فهذا السبب اللي خلاني هنا نصور هاي المنطقة طبعا بتقول لي كيف عرفت همه تقدر تدخل او اي حد يدخل موقع ناسا الرسمي ويشوف صور المهمات ويقارن يقارن صور اللي خذوها من المهمة نفسها هم للمناطق هاي كلها وانت بعدين تقارن بالصورة اللي انت مصورنها فمن كان الماوس هذا بالضبط او تقريبا يعني نزول المهمة أبولو 15 بس الحين صدح صدح القمر بس ما رفعنا انت تصدق انه نزله على القمر ولا لا انا سشرح لك على المهمات هاي هذا هذا اهم من الصورة هاي انت قايل لي احنا لا تدخل في امور مثيرة للجدل احنا لا لا تدخل الساعات اللي انت خذيت او من الصورة قبل هاي فشوف البيانات كانت اكثر فرق ما شاء الله طورت فعلا وهاي بارثاني محطة الفضاء الدولية هاي الصورة اللي ماذا هذا سديم الجبار الأوراي النبلة هذا بالتولسكوب تقدر تشوف تقريبا انت تقدر تميز اللون الأحمر شو الأزرق شو في مثل ما قلت شو المواد يعني الغاز اللي يسوي هاللون هاي فيه تفاصيل موجودة تكون يعني تدخل مواقع المراسط الفلكية او وكالات الفضاء كنوا يحطين تفاصيل بالضبط نرجع على محطة الفضاء الدولية هاي الصورة انا صورتها يوم مهمة مهمات او رحلات سبيس اكس هاي كابسولة دراغون هاي التحمت بالمحطة جميل جميل احيان اذا باختصار سأسألك محمد شو الفرق ما بين هبل و ويبس جيمز ويب تلسكوب وايد اختصار يعني هو تلسكوبات هبل حجم باص قالوا لي اللي عرفته حجم باص تلسكوب هبل اكبر عن يعني مرات اكبر عن جيمز ويب هي سوري جيمز ويب اكبر من هبل المنطقة اللي فيها التلسكوب التلسكوب هبل في مدار حوالي الكرة الارضية هي لكن جيمز ويب في مدار بعيد عن الكرة الارضية يعني في ظل الارض يكون يعني مدار وهو ياس يدور في ظل الارض ليش على اساس ان اشعة الشمس ما تأثر انت تلسكوبات هي تمتص او انت يستطور ظوء تبغي تبغي الظوء يدخل في التلسكوب عشان تتصور فاي اضاءة خارجية او اي اضاءة غير عن الهدف اللي انت يستطور بيأثر عليك يعني نحن مثلا نشوف هاي الصورة صورة عادية هاي نحن طالعين انا وواحد من الشباب هذا التلسكوب اللي علي سار تلسكوبي وتلسكوب واحد من الشباب فتشوف الايباد اللي على الطاولة شوف الاضاءة هاي هذا نحن يعني وقت ما كنا يعني بادينا التصوير لكن اضاءة الايباد هاي تأثر على صورنا لهذه الدرجة ها لهذه الدرجة يعني الجهزة هاي والتلسكوبات هاي حساسة للضوء وخصوصا السنسور اللي في الكاميرات الفلكية وايد تكون حساسة للضوء مش نفس الكاميرات اللي في التلفون او في الكاميرات العادية الديجتال او الدياس الار يعني ممتاز محمد وايد استمتعنا بصراحة خطنا في رحلة فضائية نزين بسألك سؤال قبل ما نختم كم مرة شفت انترستيلر اعتقد اللي اذكره ثمان مرات ما اظن اعتقد اعتقد يعني اربع مرات شفت في السيلم اي اظن اربع مرات في السيلم لكن برع السيلم يعني تقدر تقول اقل شيء ثمان مرات اللي اتذكرهم يعني وايد استمتعنا بهاي الرحلة الفضائية طيرتنا اليوم صراحة انا اقول لك انا والله يعني شو اقول لك يوم اشوف ما شاء الله هاي الصور ضعت والله وسبحان الله يعني عظم يعني عظم الخلق والله سبحانه وتعالى خلقه يعني نحن ما ندرك عظمته سبحانه ونحن بالنسبة للكون ولا شيء ولا شيء صدقنا كل ما تشرح لي وهذا والمجرات وهذا يعني فعلا شيء بسيط لخلق عظيم من الله سبحانه وتعالى محمد مشكور استمتعنا وياك ان شاء الله بتكون لنا حلقات ثانية ان شاء الله ندخل بعد فيه تفاصيل اكثر ان شاء الله جدا سعيد مبلغ انك ولد اختي وعزيز على قلبي لكن انا جدا افرح يوم نشوف ربعنا شبابنا عيال البلاد لهم اهتمامات برع المألوف برع المألوف برع الاشياء اللي كلنا نحن نسويها فمثل هذا المجال جدا رائع انا فخور بك واعتقد كل من يشوفك الحين بعد فخور باهتمامك في هذا المجال وان شاء الله نبقى الافضل الافضل دائما ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة